لدي ذهنك قد شفت خلاص أنطيك عن الفرق بين البحث العلمي وبين البحث الفلسفي من خلال مثال أضرب لك يا أنت تجد ما تضعه على النار وبعد مدة يتسخن ثم ماذا يغلي أنت تستطيع أن تكتشف القانون أن هذا الماء لماذا يتسخن ومتى يصل إلى درجة الغليان هذه نعبر عنه وظيفة من هذه وظيفة التجربة لو وظيفة الفلسفة وظيفة التجربة وظيفة العلم أن يكشف لي كيف صار الماء وصل إلى درجة الغليان ولكن هذا يتكلم أن الماء بنفسه جاء من النار وصار على النار لأنه جاء به أحد ووضعه ماذا على النار يعني يتكلم عن المبدأ الفاعل أو لا يتكلم عن المبدأ الفاعل هو ما عند علاقة يقول الماء إذا صار على ماذا على النار بعد فترة يصل إلى درجة الغليان أما كيف التفت كيف يكون الماء على ماذا على النار بعد هذا العلم يتكلم عنه أو لا يتكلم يقول لا ما عند علاقة هسا قد يقول قائل صدفة جيد جدا هذا البحث بعد هذا هذا البحث مو بحث علمي وإنما البحث ما هو بحث فترة تقول لا من باب الاتفاق والصدفة هذا الماء طار من مكانه وطار على ماذا ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة أنا أقول لا لا يمكن ذلك يحتاجوا إلى ماذا ها يحتاجوا إلى فاعل وبعد ذلك تسأل هؤلاء تقول له خب لماذا هذا الفاعل جعل الماء على النار ليتسخن هنا يبدل البحث الغائي وهو أنه حتى أنه يغتسل به أو يغسل جسمه لأن الماء البارد مولانا يضره إذن تشوفون البحث الغائي والبحث الفاعلي أو العلة الغائية والعلة الغائية مرتبطة بالبحث العلمي له غير مرتبطة أعزائي ولذا تجدون أن البحث العلمي دائما لا علاقة له مو ينفي لا ما علاقة له لا بالبحث الفاعلي ولا بالبحث ماذا ولا بالبحث الغائي وإذا تكلم فيتكلم من منطق الفلسفة لا من منطق العلم ما أدري واضح عزائي هذا المعنى وهذا المعنى كاملا ستيفن هوكينج ملتفت إليه يقول البحث الفلسفي له دائرة والبحث العلمي له ماذا دائرة أخرى تعالوا معنا أعزائي تعالوا معنا إلى كتابه إلى كتابه تاريخ موجز للزمان في صفحة مئة وخمسين يقول وحتى الآن فإن معظم العلماء كانوا مشغولين جدا علماء يعني علماء من علماء طبيعة بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون فإذا وظيفة العلم ما هو ما هو التوصيف يقول هكذا دا يحدث هكذا وقع قانونه هذا أما لماذا صار هكذا ولأجل ماذا صار هكذا بعد العلم يتكلم أو لا يتكلم ومن هنا لابد أن نميز بين كيف وبين لماذا كيف مرتبط بالعلم لماذا مرتبط ماذا بالفاعل لأجلي مرتبط ماذا بالغاية والعلم دائما يتكلم عن ماذا عن كيف ولهذا التفت أقرأ لك العبارة التفت جيدا يقول فإن معظم العلماء كانوا مشغولين بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون التفت جيد بحيث لم يسألوا عن ماذا بحيث لم يسألوا عن لماذا 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 لم يسألوا عن لماذا لأن هذا ليس بحثا علميا وإنما هو بحث فلسفي أعزائي يقول وعلى الجانب الآخر من الجانب الآخر يقول فلاسفة فإن الأفراد الذي كانت مهمتهم أن يسألوا لماذا أي الفلاسفة فإذا الفيلسوف لا يسأل كيف هذه وظيفة من وظيفة العلم وإذا وجدتم فيلسوفا يسأل كيف فهو باعتباره فيلسوف لا باعتبار عالم طبيعة باعتبار عالم طبيعة باعتبار عالم لا باعتباره فيلسوف يقول لم يتمكنوا من ملاحظة تقدم النظريات العلمية ولهذا أنتم تجدون عموما في الأبحاث الفلسفية من يصلون إلى الأبحاث العلمية يأخذوها أصول ماذا لماذا يأخذونها أصول موضوعة يعني يقولون هذا ما يقوله العلم أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها والأرض ثابتة والشمس تدور حولها ماذا بطلميوس مولانا ما قبل الميلاد في الإسكندرية كان يقولون أن الأرض هي المركز والشمس ماذا تدور إلى أن وصلنا إلى كوبرنيكوس مولانا ماذا قال قال القضية كاملا معكوسا الفيلسوف لا يتحمل لا 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 علاقة له لا بما قاله بطلميوس ولا بما قاله ماذا كوبرنيكوس وبعد كوبرنيكوس قام مات يعني جاءت نظريات النسبية وجاءت نظريات الكوانتوم الكمية وغيرها وغيرها مولانا الفيلسوف له علاقة وليس له علاقة لا علاقة له ولهذا جيدا ستيفن هوكينغ ملتفت يقول بأنه الفيلسوف وظيفته السؤال بلماذا والعالم الطبيعي يسأل عن ماذا عن كيف التفت وفي القرن الثامن عشر كان الفلاسفة يعتبرون أن كل المعرفة البشرية بما فيها العلم هي مجالهم فناقشوا أسئلة من مثلها للكون بداية يقول هذا من أخطاء الفلاسفة أن الكون له بداية أو ليس له بداية وهذا وظيفة الفلاسفة لو وظيفة العلماء ها يقول هذه وظيفة العلماء لا علاقة بالفيلسوف وإذا تكلم فيها الفيلسوف وهم بعنوان أنه ما هو بعنوان عنه عالم قد يقول قال سيدنا البحث له بداية هذه قضية تجربية الانفجار العظيم يقول أن الكون له ماذا له بداية يأتي آخر يقول لا الكون ليس له بداية هذه كلها أمور فلسفية طبيعية مولان هذه تجريبية لا علاقة لنا بها عليه لحوة يقول المهمة الوحيدة التي بقيت إلى آخره جيد جدا إذن التفتولي جيدا الآن أنا السؤالي طبعا يكون في علمكم تناقض ومن هنا التفتولي جيدا لهذا الأصل أعزائي واقعا التفتولي هذا الأصل الذي لا ينبيغ يغيب عنكم أبدا وهو أنه لا يمكن أن ينفك البحث الفلسفي عن البحث ماذا عن البحث العلي رفيقان متلازمان أنت لا تستطيع أن تستغني بأحدهما عن الآخر العالم الطبيعي يقول كيف ولكنه يتوقف السؤال أو لا يتوقف السؤال إذا سأل لماذا بعد العالم الطبيعي لا يتصيع أن يجيب لا بد أن يجيب من؟ الفلسفة تجيب وعندما أقول فلسفة يعني التحليلات العقلية يعني الإدراكات يعني القوانين يعني القواعد العقلية سميها ما تشاء وهكذا الفلسفة لا يمكنها أن تستغني عن العلوم الطبيعية لأن الفلسفة تريد موضوعا حتى تقول هكذا أو ماذا أو هكذا حتى تسأل عنه لماذا أما إذا العلوم الطبيعية ما يعطيه الأصل الموضوعي يستطيع أن يسأل لماذا أو لا يستطيع أعزائي إذن أعزائي رفيقان لا يفترقان متلازمان لا ينفك أحدهما عن ال ها؟ ماذا؟ عن الآخر ولكن مع الأسف الشديد أنا لا أعلم أن نفس ستيفن هوكينغ في تاريخ موجز للزمن ذكر هذا ولكنه عندما جاء إلى هذا كتاب الجديد وهو التصميم العظيم ستيفن هوكينغ وليونارد فلان هناك يقول كانت تلك هي الأسئلة التقليدية ما هي الأسئلة التقليدية؟ كيف يمكننا فهم العالم الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ التفت جيدا من أين أتى كل ذلك؟ هل الكون كان بحاجة لخالق أم لا؟ هذا الأسئلة على طرز واحد على مقاس واحد وعلى مقاسات مختلفة مع الأسف الشديد لم يميز بينهما هنا ستيفن هوكينغ مولان قال بأنه إذن انتفت الحاجة إلى الفلسفة العلم يستطيع أن يجيب على كل شيء عجيب وهذا استدلالك الذي ذكرته هناك وهو استدلال أنت إذا تقول هنا لا حاجة لابد أن تبين ما هو الدليل أو ما هو البيان العلمي والفلسفي لعدم الحاجة انظروا عبارته كانت تلك هي الأسئلة التقليدية للفلسفة لكن الفلسفة قد ماتت خلص بعد لا نحتاج إلى الفلسفة لماذا؟ لأن العلم استطاع أن يفسر كل شيء هو جيد أنا ما مختلف بعد افترض أنه العلم استطاع أن يفسر كل شيء خلي ذهنك ولكنه ده يستند إلى كبرى مطوية وكلما استطاع العلم أن يفسر إذا نستغني عن الحاجة إلى ما هذا كيف نفيته هذا